ما حدش يقول لسه كايزر تشيفز فرقة سهلة وفرقة بتاع اركن فرقة سهلة ايه وبتاع ايه اللي انت بتتكلم فيه انت جاي النهاردة تتكلم على كايزر تشيفز اللي وصل نهاية افريقيا على حساب الوداد وناسي انه الاهلي كان مشواره في منتهى الصعوبة حتى الوصول الى النهائي انت الناس ان كايزر تشيفز ده اللي وصل الى النهائي عبر بوابات في منتهى الصعوبة يصل الى نهائي هذه البطولة الاهلي هو اللي سهل على نفسه الماتش عشان ده الاهلي عشان داخل الماتش أنا أنا قاعد بتفرج عارف انه لايه هيكسب عندي ثقة كبيرة جدا جدا والثقة دي على فكرة مش مبنية على اي حاجة اكتر من انه فعلا اللعيبة دي خلاص عارف لما تيجي بالبلد يقول لك ايه ده ده اخضر وده لسه ما استواش اللعبة دي استوت خلاص فيه تقل في الملعب انت مش قلقان على فكرة أنا قاعد عارف انه لايه هيكسب عارف انه فيه لحظة لايه يخلص فيها كل حاجة وغض نظر عن البطاقة الحمراء اللي مستحقة بالمناسبة يعني اللي حصل عليها لعب كايزر تشيفز الاهلي اخد البطولة عشان هو فريق فعلا كبير الاهلي اخد البطولة عشان هو يستحق كده الاهلي اخد البطولة مش علشان ماتش كورة انت بتتكلم فيه الاهلي اخد البطولة عشان معرفش ينسى اي هزيمة من الهزيمة اللي تلقاها عشان معرفش ينسى انه الكورة فيها شرف الكرة فيها شرف لازم تدافع عن هبتك الكروية ده الاهل الهيبة الكروية هبة الاهل الكروية في افريقيا تزداد يوما بعد اخر وشعبية وجماهيرية النادي الاهل في افريقيا تزداد يوما بعد اخر والاسباب في كده هي المحصلة النهائية اللي بتقولك بطولة واربطولة ومفيش شبعة النهاردة الاهل هيفرح وجماهيره هتفرح والليلة ليلة حلوة والنهاردة احتفالية الاهل ده النهاردة وبكرة كمان الليلة حلوة جدا وفي جمهور التالتة زي ما انتم ما متعودين انما هي القصة مش قصة كده صدقني كمان اسبوع وجمهور الاقل هي في الكتاب ويفتح كتاب الحداشر